وَيَا سَمَاهُ أَقْلِكِ بَنِي ظَلَّاهُ وَأَوْلِيَ الْأَرْضُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْمُّهِ وَقِيلَ بَحْدًا لِلْقَوْمِ الصَّالِمِينَ وَنَادَى مُتَرْضًّا فَقَالَ رَبِّكِ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِكِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوم إنه ليس من أهلك إنه عمل لي صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم مني أعزك أبتك من الجاهلين قال ربي مني أعوذك أن أسألك ما ليس لك به علم وإلا تغفره وتخمي أكبر من القاسرين قيل يا نوم فضو بسلام إنا وبركات عليك وعلاك إنه معك وإنك القسمة تغفره وتخمي أسأل ما ليس لك إنك من أهلاء غيب دفنها إليك ما كنت تعلمت أنت ولا فضلك من طبعنا تصبر تصبر من العاقبة للمبتدين ترجمة نانسي قنقر